بخطا متثاقلة يبدأ هذا الرجل الستيني يومه كالمعتاد قاصدا محطة تعبيات المياه المحلات في مخيم الشاطئ للاجئين فانقطاع المياه لساعات طويلة عن منزله يدفعه إلى تكلف عناء حمل جالونات المياه الثقيلة إلى المنزل الذي لا تنتهي فيه قصص المعاناة معاناة تشرحها هذه الصورة التي تعود بالناس إلى سنوات خلق قبل أن تصل تمديدات المياه إلى منازلهم كل يوم الصبحية تحل على هذه الموال جيب مية ود مية من الجامعة إلى الدار ما هي الشغل والعملة إلا المية إلا أن المية اللي تجينا لا تصرح لا لحياة بشرية ولا لأكل ولا لشرب ولا لترسيل ولا حتى لحمة ولا لوضو لا تصرح بس اسم مية وإن أجتنا يوم بعد يوم تجينا ملوتة لا تصرح حتى الشجاعة ولا سجيتها بموت أزمة المياه في قطاع غزة لا تتوقف عند ارتفاع نسبة الملوحة بفعل السحب الجائر وتسر بمياه البحر الملوثة بمياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى الخزان الجوفي من جراء خفاض منسوبه بل يضاف إليها أيضا ارتفاع نسبة النترات في المياه إلى ما يفوق المعدلات الدولية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية نسبة تلوث الخزان الجوفي في قطاع غزة تجاوزت 97% محطات تحلي لدينا ثلاث محطات نحن نحتاج إلى تطوير هذه المحطات لزيادة نسبة المياه الناتجة عنها الاحتلال هو العائق للتمويل العائق لأدوات الصيانة العائق لتنفيذ هذه المشروع الضخم وهو تحليط مياه البحر الأزمة دفعت المواطنين إلى الاعتماد على المحطات الصغيرة لتحليط المياه حلول مؤقتة لكنها مكلفة بالنسبة إلى كثيرين في غزة التي يمنع الاحتلال تطوير شبكات المياه فيها وتزويدها بمحطات كبيرة لتحليط مياه البحر للتخفيف من حدة الأزمة البحث عن حلول جذرية لأزمة المياه في قطاع غزة يصطدم بالحصار الإسرائيلي الذي يحول دون القيام بمشاريع استراتيجية تنقذ قطاع المياه من التدهور أحمد غانم غزة الميادين ترجمة نانسي قنقر